الدولة الأمريكية التي أدرجت في نهاية الـ 2016 بعد التغييرات على هذه القائمة على موقفها حول إقليم الصحراء الغربية أكدت أن سيادتها لازالت تنتظر ما أسمته في البيان بالتحديد ومن الواضح بخصوص هذا الملف فنالإدارة الأمريكية قد رفضت بشكل قطعي المطالب الوهمية للمغرب حول إقليم الصحراء الغربية المحتلة أو جمهورية الصحراء الغربية المحتلة كما أكدت الإدارة الأمريكية في التوضيحات التي قدمها مكتب الاستعلام التابع لكتابة الدولة أنها لا تعترف بأي قوة مديرة لهذا الإقليم أنها لا تعترف بأي قوة قوة مديرة في هذا الإقليم تقصد جمهورية الصحراء الغربية والآن نرحل إلى سوريا